زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة مؤمر الإرياني فندق نستو بمنطقة فوب بمدينة المكلة والذي يعد من أبرز الفنادق السياحية في محافظة حضر موت وكان في استقباله لدى وصوله نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للفندق والمدير التنفيذي وطاف الوزير الإرياني بالفندق مبدياً إعجابه بمستوى أداء إدارته وهو الفندق الذي يقع بالقرب من شاطئ البحر العربي الجميل وما يمتاز به من الخدمات المتكاملة وتصاميمه الأنيقة التي تلبي احتياجات النزلاء ويحقق مستوى من الرفاهية ودعا رجال مال إلى إثمار في قطاع الفنادق السياحية في مدينة المكلة وبقية المحافظات اليمنية مؤكداً أن الاهتمام بإنشاء الفنادق يسهم في رفض العمل السياحي بأهم المقومات في ظل حالة من الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة بقيادة المحافظ مبخوط مبارك بن ماضي الذي يبذل جهوداً كبيرة لجعل حضر موت مهيئة لاستقبال الحركة السياحية أكد الوزير الإرياني أن تطوير قطاع الفنادق بالمكلة كفيل بتهيئة البيئة المناسبة لجعلها مكاناً مناسباً لعقد الوراش والندوات والفعاليات والمؤتمرات والمعارض اليمنية والدولية لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق معرض حضر موت الدولي للكتاب في ديسمبر القادم بالشراكة مع السلطة المحلية ومؤسسة حضر موت للثقافة الأمر الذي يتطلب خدمة فندقية تستوعب الزوار من داخل اليمن وخارجه اشتركوا في القناة